السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع فيديو خاص للاخ واحد اللي سألني عن امان. اه وسمعت كذلك الكلام من الاخوة الاخرين ولكن ليس الان يعني ممكن من شخصين انا سمعت كلام انه ما في امان. شباب انا لا اعرف كيف اه هم فهموا او اه نشروا هذا الكلام انه ما في امان. في امان. هذا هو الامان ها? الان انا لقمت. لقمت هنا هنا امان. عملت هيك ما بيطلق. ترى? نسكر. تعمل هيك ها? ما بيطلق هو. تمام? نعمل هيك. نكبس يرمي. اذا هو مو ملقم وحتين على الامان كذلك لا يتلقم. لا يتلقم. وايضا هون شغلة اذا انت ما حدته على الامان ممكن يتعلق بشيء ويتلقم لحاله. تمام? اه لان هذا يسمى عمل الالي اه المغلاق اه المغلاق اه المغلاق الحر. يعني هذا ما في اه يتسكر مغلاق مثلا مثلا مثل افتاش نيكو او مثلا مثلا مثل شغلات اخرى. هذا مسدس رشاش مغلاقه دائما حر. يعني يرجع ويندرب. ممكن في احتمال اذا فيه مغزن رجع شوي. اذا علق مسلا هو على الخسرك مسلا علق شوي ورجع يندرب. ولكن هو مصنوع بطريقة هون. مصنوع بطريقة. اذا علق هيك شايفين ما يرجع لورا. بدك انت بتعمل هيك شايف هاد الحركة الصغيرة هيك ارتفع شوي. اذا ما ارتفع ما يمشي. شفتو? هلا هيك اذا علق مسلا بشي بدنا نلقمه ما يتلقم معانا. بدنا نرفعه شوي حتى يتلقم. يعني اكتر من هيك امان انا ما بعرف. ولكن ممكن ممكن شخص كان قصده وقتها نحن نرمي هو ما في اه ما في المفتاح مسلا مع الامان انه دراكا ورشا. ممكن هذا مقصود كان شخص اللي نشر هاد الكلام. هو هاد النظام تبع هاد متل تبع اشتاير بالباب كما تعرفون له مرحلتين. مرحلة اولى دراكا واذا كبستو للاخير يرمي رشا. هاد شي بسيط جدا وسهل جدا للتعويض عليه. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.